موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية اشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الخميس بالرباط على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة بقدرة استيعابية تفوق ألف سرير ويندرج هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي الذي يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق ستة مليار درهم في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية للمملكة ويعكس الاهتمام الخاص الذي يليه صاحب الجلالة لقطاع الصحة من خلال تطوير البنية التحتية الاستشفائية على الخصوص وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين وسيمكن المستشفى المستقبلي من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستواجهة الرباط سل القنيطرة مع إعادة إعطاء مستشفى بن سينة الذي تم تشيده عام 1954 المكانة التاريخية التي كان يشغلها كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني وينضاف هذا المجمع الاستشفائي المستقبلية الذي يستجيب للمعايير الدولية للأوراش التنموية المتعددة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مستوى الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية الرامية إلى تعزيز إشعائها وجذبيتها على المستوى الدولي في موضوع آخر تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تمكن من توقيف شخص موالي تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة وينشط بمدينة بركان وذلك للشبه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف بتنصيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية وأضاف المصدر ذاته أن توقيف هذا الشخص المشبه فيها يعد ثمرة تعاون وتنصيق وثقين بين مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني وسلطات الأمريكية المختصة حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشاركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وتؤشر هذه العملية الأمنية مرة أخرى على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي التي تحدق ببلادنا خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنها إلى بلجيكا حيث اتخذ ثلة من الشخصية البلجيكية من مختلف المشارب ببروكسل مبادرة إطلاق منصة لدعم المخطط البغربي للحكم الذاتي في الصحراء وجرى تقديم اللجنة البلجيكية لدعم الحكم الذاتي في جهة الصحراء للصحافة البلجيكية الأوروبية والدولية بنادي الصحافة ببروكسل وأوروبا وذلك بحضور نخبة من الشخصية السياسية والبرلمانيين والخبراء والأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم نتابع تقرير مراسي الإنفانتكاتخ إبراهيم الجمالي بمبادرة من شخصيات بلجيكية تنتمي لمختلف المشارب تم بالعاصمة الأوروبية ببروكسل إطلاق اللجنة البلجيكية لدعم الحكم الذاتي في جهة الصحراء والتي جار اليوم تقديمها لممثلي الصحافة البلجيكية الأوروبية والدولية هذه المبادرة الوازنة تروم بحسب القائمين عليها دعم المسلسل الأمامي الرامي إلى البحث عن حل سياسي للنزاع حول الصحراء في منطقة استراتيجية بالنسبة لبلجيكا وأوروبا مع الطموح المتمثل في حمل رسالة للسلام أعتقد أن ملف الصحراء لا يزال غير معروف بالقدر الكافي في بلجيكا وأوروبا عموما وعلى هذا الأساس قررنا إحداث هذه اللجنة التي تضم على الخصوص ثلة من السياسيين البرلمانيين الخبراء الأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين لأننا نعتبر أن الوقت قد حان لتعبئة الجهود من أجل إيجاد حل سلمي لهذا الخلاف ونحن هنا ننطلق من مقترح الحكم الداتي المقدم من طرف المغرب والذي اعتبرته الأمم المتحدة الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية لتسوية ملف الصحراء وقد أجمعت كافة التدخلات على تتمين هذه المبادرة الرامية إلى تحسيس وتعبئة الأوساط السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل دعم مكتف للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بعيدا عن المقاربات غير الواقعية والإيديولوجية البعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية القانونية الاجتماعية والسياسية المتعلقة بملف الصحراء لا سيما وأن الأحداث الدولية الأخيرة تظهر اهتماما متناميا بالبحث عن تسوية سياسية واقعية تقوم على التوافق وذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة بالدار البيضاء تم تركيب جهاز تعاقب جي بي اس على سقر صغير من السقور الأربعة التي ولدت داخل عشي استناعي معلق في الطابق الثاني عشر من مسجد الحسن الثاني الكبير لسماح لهذا النوع من الطيور الجارحة بالتعشيش في هذا الفضاء الروحي بالدار البيضاء والمساهمة في مكافحة تكاثر الحمام بهذه المعلمة باعتماد حل نابع من الطبيعة مزيد من التفاصيل في تقرير وليد حمد علوي تمت عملية تركيب جهاز تعاقب جي بي اس على سقر صغير من السقور الأربعة التي ولدت داخل عشي استناعي معلق في الطابق الثاني عشر من مسجد الحسن الثاني الكبير لسماح لهذا النوع من الطيور الجارحة بالتعشيش في هذا الفضاء الروحي والمساهمة في مكافحة تكاثر الحمام بهذه المعلمة وستمكن عملية وضع هذا الجهاز من توثيق الرحلات الأولى لهذه السقور ومتابعة تحركاتها السقر الشاهين هو فارس طبيعي للحمام والسيد المحافظ نريد أن نطبقه طريقة قائمة على الطبيعة ونستعمل المواد السمية والسامة والسلاح نريد أن نطبقه حل قائمة على الطبيعة وتعتبر فصيلة سقور الشاهين وهي الفصيلة التي تنتمي إليها السقور الأربعة من الأنواع التراثية المغربية التي استخدمت منذ فترة طويلة في الصيد بالسقور ويعتبر هذا الجارح المفترس أسرع الأنواع في مملكة الحيوان حيث يمكن أن تصل سرعته إلى 320 كم في الساعة دولياً نحثت الصين على لسان سفيرها لدى الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية على إلغاء التعريفات الإضافية على البضائع الصينية التي فرضت خلال عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مزيد من التفاصيل في التقرير التالي بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء التعريفات الإضافية على البضائع الصينية جاء ذلك على لسان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير اعتبر خلال مقابلة حديثة مع مجلة فوربيس الأمريكية أن هذه التعريفات لم تخفض العجل التجاري بالولايات المتحدة وإنما على العكس من ذلك فقد تسببت بمزيد من التكاليف للشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين وقال إنه يعتقد أن الوقت قد حان لواشنطن لإعادة النظر فيها وإلغائها في أقرب وقت ممكن مضيفا إذا كان الجانب الأمريكي لا يزال يريد الاستمرار بها فلا أعرف ما إذا كان مستعدا لمزيد من الخسائر من جانب آخر أشار السفير الصيني إلى أن علاقات الأعمال والتجارة التنائية حققت إنجازات ملحوظة حيث استفاد منها البلدان واستفاد منها العالم مضيفا نحن شركاء الطبيعيون لأن اقتصاداتنا متكاملة للغاية على سعيد آخر قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في جمهورية الكونجو الديمقراطية رصدت إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس إيبولا في مدينة مامالكادا شمال غرب البلاد تقرير صافية عثمان قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في جمهورية الكونجو الديمقراطية رصدت إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس إيبولا في مدينة مباندكا شمال غرب البلاد المنظمة ذكرت على تويتر أن المريض رجل يبلغ من العمر 48 عاما والتفشي الحالي هو الرابع عشر في الكونجو منذ ظهور الفيروس الذي يسبب حمانة زفية وبدأ العاملون الصحيون حملة للتطعيم من الإيبولا الأسبوع الماضي في مباندكا عاصمة مقاطعة إيكواتور في الكونجو منظمة الصحة العالمية أفادت أن نسبة معدلات الوفاة المسرجلة خلال الموجات السابقة تراوحت بين 25 و90 في المئة لكن العلاج الفعال بات متوافرا وإذا تناوله المريض في وقت مبكر من التشخيص فإن حظوظه بالبقاء على قيد الحياة كبيرة جدا توليا دائما أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيتوجه لإثنين إلى برلي للقاء المستشار الألماني أولف شولز في أول زيارة له منذ إعادة انتخابه وتنصيبه وذلك للتشديد على قوة الثنائي الفرنسي الألماني عبر لطيف بن طالب والمزيد من التفاصيل في أول زيارة رسمية بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيتوجه إلى ألمانيا يوم الإثنين المقبل للقاء المستشار أولف شولز وفق قصر الإليزي هي زيارة للتأكيد على قوة الثنائي الفرنسي الألماني في مجموعة من المحاول الكبرى للقضايا الدولية ماكرون سيصل إلى برلين بعد مشاركته في يوم أوروبا في البرلمان الأوروبي بسترسبورغ وقال الإليزي إن العناوين الكبرى للزيارة هي القضايا المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وقضايا السيادة الأوروبية وخصوصا مسائل الدفاع والطاقة الطرفان سيناقشان أيضا الملفات الرئيسية على الساحة الدولية في إطار الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي ستعقد قمتها في شهر يونيو المقبل رياضيا بلغ الإسباني الواعد كارلوس الكاراث ربع نهائي بطولة مدريد لكرة المدرب عقب تغلبها على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين الواحدة ليضرب موعدا مع مواطنه رفايل نضال المتوجب بالبطولة خمس مرات حمزة الخطر الإسباني الكاراث يبلغ دور الربع ويضرب موعدا مع مواطنه رفايل نضال ببطولة مدريد لكرة المدرب الكاراث البالغ من العمر تسعة عشر سنة تغلب على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين لواحدة بواقع ستة أربعة ستة سبعة وستة ثلاثة واحتاج إلى ساعتين وتسع وثلاثين دقيقة للتغلب على اللاعب البريطاني الكاراث يبحث عن لقبه الأول في بطولة مدريد التي شارك فيها مرتين ويخوض هذه البطولة بعد تتويجه ببطولة برشلون المفتوحة إلى جانب بطولتي مايامي للأساتذة وريو هذا العام وبطولة كرواتيا المفتوحة العام الماضي الخبر الرياضي كان آخر مواد نشرتنا تفاصيل ووفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على طبي المتابعة في أمان الله